نادي الجوية رفع عليك دعوة بعد ما يعني تقريبا لما حتى انه تجيهم فلوس بطرق غير قانونية تمويلهم ونوصل هذا الموضوع لا هو وليد الزيدي لانه انتقدت انتقاد لاذع وكانت عندي الدلائل والدليل ما رفع دعوة بالمناسبة هذا الكلام ما رفع دعوة هم يوصلوا لك بس ما حد يعني ماكو دعوة بالحقل لا حدث علينا ولا شيء ولا هاي الموضوع رح نرفع دعوة رح نرفع دعوة وهذا اسلوب لتكميم الأفواه يعني انت اذا تنتقد انسان انتقاد بناء وهادف وعندك ما يثبت فما اعتقد انه يسكتك بموضوع مرحبا بالدعوة تم مثلا تهديدك بسفة ملف معين او يعني وصلوا لك كلام ناعم انه ووه ووه يعني مرة بالأردن اطلعت الصبح للدوام لقيت ظروف بطلقة بالأردن بالأردن عرفت منه واحنا نوصل لك حتى لوصل بالقمر يعني لا شخص ما عرفه بس عرف الجهة جهة رياضية ايه يعني هو كان موضوع اتحاد وشنة التقدة ومدريش وهذه احنا جدت فترة الحقيقة ردنا ننظف من خلال طرحنا ومن خلال الاتحاد المتقاعس الاتحاد اللي يستهلك اموال دون تحقيق نتائج انتقده يعني وهس اليوم احنا ايضا نفس الحالة همي انا رجعنا بعد يعني تغيير اللجنة الأولمبية واستلام الدكتور عقيل مفتن من الرجل الشاب اللي اتمنى للموفقية والنجاح الآن الأولمبية في عهد جديد لذلك احنا نخاول ان ننهض لاستثمر هذا الرجل جاي قوي صحيح رجل اعمال جاي بدي يصرف من جيبه وانت الآن نادر ان تركي واحد يصرف من جيبه على على رياضة وما متنفع ومو بعين الفلوس صحيح ويرد يرتقي ويحب شي اسمه العراق وعايش في بغداد فانت شو ما توقفويا صحيح لذلك احنا الآن يعني فايتين بهذا ودنتها رضي لمضايقات مناسبة ما زلت ما زلت طبعا يعني هس المودة الجديدة يعني انو احنا نقاومك عشائريا يعني ما اعتزازي بعشائرنا الكريمة العزيزة فيا جماعة احنا هم ورانا عشيرة وعشيرة سدعين الشمس احنا يعني